من النخرات الجميرة إلى عقارات البرشة تبا تعرف السالفة؟ تعال بخبرك من آلاف السنين وفجرة النخيل لها قيمة تاريخية عند أهل الإمارات ومزارع النخيل على اختلاف الأزمنة كانت تشكل مصدر رزق لسكانها وقبل أكثر من أمية عام انتقل خلفان بن مبارك بن حويرب للعيش في منطقة الجميرة بدبي وكان من أواء القاطنيها وزرع فيها عدد كبير من أشار النخل وحرص على رعايتها والعنايبها مع انجاله ومعاونيه وفي هذا كل وقت كان كل من يزرع أرض يمتلكها وبنى خلفان بن مبارك بن حويرب مسجد من العريش ومجلس فور وصوله إلى منطقة الجميرة الثالثة وتولى إمامة مسجده في البداية وعقب بناء المسجد أوقف بن حويرب جزءا من مسارع النخيل الخاصة به وتمرها ورطبها على إمامة المسجد والفقراء والمحتاجين ممن ليس لهم نخيل وعابر السبيل ويوم بدأت تنظيم العقاري في مارة دبي ووقع وقف نخيل بن حويرب ضمن مناطق التنظيم السكنية فتم تعويض قيمة الوقف بعقار في منطقة البرشة تكفرت أوقاف دبي بتشييده وإنجازه وتم الانتهاء من بناء وقف بن حويرب بالبرشة بحلول عام 2014 ويتكون الوقف من مجموعة ثلال سكنية تبلغ قيمتها ما يزيل على 9 ملايين درهم يعود ريع الوقف لمصرف الشؤون الإسلامية للعناية بالمساجد ومصرف عوم الخير اللي يعني بالفقراء والمساكين في عام 1940 توفى خلفان بن مبارك بن حويرب واستمر وقفه بالعطاء على مدى قرن وعقد من الزمن وإلى اليوم يتناقل أحفاده ومعارفه حكايات القدور الكبيرة والجفان ذات الحلق التي أطعم الضيوفه وأحبابه والمحتاجين وكل من كان له النصيب من كرم هذا الرجل رحم الله بن حويرب الذي أكرم الفقراء المحتاجين في حياته وبعد مماته اشتركوا في القناة